بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب مع حصة جديدة من حصة شريف الهوالي يا رب دايما بخير. اه يا رب تكونوا حالية كويس في الامتحانات اللي فاتت وان شاء الله اه موافقين فيها وجايبين اعلى الدرجات. اه بعد ما خلصنا اه 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 ان شاء الله هنتكلم عن اه الكونسبت التالت اللي هو كونسبت ثري في يونت اه اللي هو يولد بعنوان آآ عنوانه تاني يعني يا مستر يعني بعد ما درسنا وعرفنا ان هي عبارة عن يعني عبارة عن مجموعة من المتداخلة مع بعضها النهاردة بقى هنعرف ايه هي بقى ايه اللي يحصل لو في تغيرات حصلت في الفود واب دي. وايه تأثير يا ولاد على نمشي حاجة حاجة وما نستعجلش وتعالوا نشوف كده اه اه او دوت في ايه اول اكتيفتي في لسن وان بنتكلم فيه عن اه تعالوا نتعرف شوية عن كلمة يعني زي ما احنا قلنا قبل كده معناها نظام البيئي اللي احنا عايشين فيه او المكان اللي احنا عايشين فيه. اه طيب مع بعض حاجة حاجة نتكلم على بالتفصيل. ايه تأثير يا ولاد التغيرات البيئية على الفود واب اللي احنا قلنا معناها اه شبكة الغذاء اللي هي عبارة عن اه او طيب عايزين نعرف ايه اللي هيحصل بقى. كل كينات الحاجة يا ولادي اللي موجودة في اي اكو سيستم سبقا كان ديزرت او فوريست او او حتى كان مارين اه اه اكو سيستم لو نظام مائي او بحري كل الحاجات دي بتتأثر بي تتأثر بي حاجتين مهمين جدا. اه نمبر وان the disappearance of producers. كده يا مستر يعني اي اكو سيستم. اي اكو سيستم. the living organisms in this ecosystem are affected by. الكينات الحية اللي عايشة في اي اكو سيستم سبقا كان desert او forest او مارين او اللي هو يعني ال sea or ocean. كل الاكو سيستم دي اللي فيها بتتأثر بحاجتين. ايه هما? نمبر وان the disappearance of producers اختفاء البروديوسرز. مين هما البروديوسرز ازا ما احنا عارقين? اللي هما يا مستر they can make their own food. اللي بيعملوا اكلهم بنفسهم اللي هما يعني تخيل بقى انت في ايكو سيستم معين زي الاكو سيستم اللي قدامك في الصورة ده. وحصل البروديوسرز. البروديوسرز اختفوا. اختفت. ايه اللي يحصل الى بلاد? طبعا تقول يا مستر in that case طبعا. هل هنا هيكون موجود في كونسيومرز? هل في هنا انيمالز او انسكتز. فيد اون زيز بلانس اللي هي طبعا ده دمائي تتخلص يا مستر بلانس ايه? فين ايه بلانس اصلا. بربع لي كيبه الحل ايه? يا بس اعت الكونسيومرز يعني كلمة يعني تهاجر. هتمشي خلاص. دور بقى على مكان تاني. يا مستر. وإلا ان هي هتموت من الجوة. يبقى عشان تبحث على غزاء. لان هي لو استمرت على كده يعني هتموت من الجوة. طب ادي اول مشكلة ممكن تقابل يا مستر اللي موجودة في معين. طب ايه بقى المشكلة التانية? المشكلة التانية اولاد ممكن تكون ايه ده يعني? يعني لو في عدد معين او عدد كبير من نوع واحد من الكائنات الحية دي مشكلة? اه طبعا مشكلة. بصوا كده عصروا انتوا تعرف? شايفين دي? كلهم طبعا بيتغزوا على الاعشاب. آآ على النباتات. طيب كلهم يتغزوا على النباتات وعددهم كتير. بص عملوا ايه? خلصوا على النباتات خلاص. طبعا. تعالوا نشوف كده. خليه مالك ده. يعني مصدر الاكل اللي هم بيتغزوا عليه بيختفي. خلاص يخلص. انتوا كتير قوي. يبقى تانية مشكلة ايه? ويقول لي في الامتحان اللي يحصل لو فيه. طبعا ممكن تسجلل الاسئلة دي وراه يا اولاد. لو فيه نوع عدد كبير من فيه. من نوع واحد من من هتقول له ايه? في الحالة دي المصدر اللي هم بيتغزوا عليها هيختفي. تمام? وبعد شوية هم نفسهم كمان هيموتوا من نجوه. شايفين يا اولاد? شايفين لما حصلت تغيرات في اللي احنا عايشين فيه او في الفود ويب. ايه طب نعمل ايه بقى اكتيفيتي نمبر دو في لسن وان بنكلم فيه عن اه ازاي بقى نحمي الانظمة البيئية اللي اولجانيزم سعيش فيها. تعالوا نشوف مسلا يا ولاد في الجزر مسلا. يعني ايه يا مستر? يعني هنا بيقولك في الجملة دي ممكن يقولك في المتحاني مسلا. ممكن اللي احنا نفصل عنشطة الانسان مع عن البيئة البحرية طبعا. ومالقي يا مستر مستحيل. صعب. صعب نفصل النشاط البشري على يعني ايه? ما هو انا لما اعمل اه تلوست البيئة وهرمي الملوسات بتاعتي دي في المياه يبقى انا اكيد هأثر كده على لوستها. يبقى مستحيل اللي احنا نفصل ماشي ادي اول معلومة. المعلومة التانية يعني اي تلوث يا ولاد يتعمل بواسطة الانسان لازم المياه بتتأثر. او 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 لاند بتأثر على المياه. طيب كويس او. كده عرفنا معلومتين مهمين. طيب يلا نكمل. ازاي يا مستر بقى عن شدة الانسان بتأثر على يعني يعني البيئة البحرية او البيئة المائية. انا يا مستر عايشين على احنا زي اصرنا على المياه يعني تعالوا نشوف. نمبر وان انت اكيد لوست المياه والبحر يعني والمحيط. مش احنا احنا يقول لك في الامتحان كده هتقول لي كده اتنين من الانشطة اللي بتأصل على البيئة المائية هتروحين تعيد لي ايه? هتقول لي صديق جائر انت عملت الصاد السمك الصغير ومش سايبه يكبر عشان يعمل يتقاصر يعني ويديني سمك تاني. طيب كل الحاجات دي بتعملي افكت يبقى نمبر وان انا يا مستر لوستنا لوستنا المياه البحر والمحيط. نمبر تو اوفر فيشينج. في بقى يا ولاد اه جزيرة اسمها زابالو ايلاند. ما لا يا مستر اه زابالو ايلاند. البيئة البحرية في الجزيرة دي اتحفظت ازاي? حموها ازاي? نمبر وان يا ولاد نعمل ايه? اول حاجة يا مستر احفظ بس يعني اللي اعلم لك عليه كده تحاول انت تلخصه شوية. يعني كلمة يعني عن كذب يعني او عن اهتمام او تلاحظ ممكن نقولها بس نختصر ازاي? ممكن نقول كده احنا نرائب البيئة او الانشطة البشرية او الانشطة البرية. اه اللي هي مستر طبعا اه عشان نقدر اللي احنا اه نرائب جودة البيئة البحرية في الجزيرة دي. طيب يعني من الاخر كده بنرائب الانشطة اللي يقوم بها الانسان ومن ضمنها نقدر نعرف جودة البيئة البحرية في الجزيرة دي. نمبر تو يعني نستخدم برامج متنوعة كلمة هنا يعني متنوعة آآ برامج متنوعة يا ولاد لي يعني نستخدم برامج متنوعة للحفاظ على البيئة عشان نحمي الكائنات الحية اللي عايشة فيها. نمبر ثري طبعا يعني يا مستر كلمة دي يعني محميات بحرية. يعني محميات بحرية يعني فيه كائنات مسلا في المية هتنقرض لأ انا اخدها وعمل لها آآ حماية يعني حاجة اسمها اللي هي محميات بحرية طبعا في المية بتاعت. مية الجزيرة دي. نمبر تو يعني نمنع الصيادين من الصيد في المناطق اللي فيها الشعب المرجانية اللي هي تعتبر غزاء للسمك يا ولاد. طبعا نحاول بس يعني دي فيها كلام شوية آآ نحاول احنا نختصرها كده ونحفظهم اللي هي آآ آآ ده معني ازاي ادنا نحافظ عليه. يلا نكمل. تعالوا بعد كده نتنيل بقى عند عند اكتيفتي نمبر ثري اللي هو كده بقى حاول انت بقى تقيم كده كعالم كده بعد اللي فهمته ده. انت تعرف ايه? ان ازاي يحصل لها ازاي تتغير? اي تغيير يحصل في ده يعمل يا ولاد خلي بالكوك ده معي. نمبر ون طبعا انت غيرت في النظام البيئي ده. اللي هي دي. غيرت يعني ايه يا مستر يعني شيلت دي قضيت عليها تماما. اللي يحصل هتولي يا مستر الفود نفسها هتتغير. شبكة الغزاء والفود الشينز اللي موجودة فيها ديت هتتغير. نمبر دو بعض الكائنات ممكن تموت طبعا اللي هي نمبر ثري كلمة دي هنستخدمها كتير ده. كلمة يعني يا ولاد يعني يختل يعني يختل يعني يختل يا مستر يعني النظام ده كان ربنا خلق وبالنظام معين احنا ادخلنا الانسان ادخل وشال النباتات دي مسلا فاصبح كده يا ولاد اول حاجة اتغيارة اه بعض الكائنات هتموت نومبر ثري زي ايكو سيستيم ما له طيب تعالوا نشوف كده الصورة اللي قدامنا دي بتقول ان الاكو سيستيم ده عبارة عن صح او لا صحرة ملاعي مستر دي ايه بقى امتى يحصل تغيير في الاكو سيستيم ده الديزارت دي واحد يقول يا مستر ممكن يا مستر مسلا يعني كلمة يعني خفيفة يعني مطر خفيف او مطر زيادة نزل على الصحر دي اللي اتنين يقصروا فيها اه اللي اتنين هنعرف دلوقتي يعني كلمة يعني جفاف حصل فيها جفاف تعالوا نشوف بقى بقى او دي ثري او فور فاكتورز ان ذا ديزارت فيني فور يا مستر لايت رين او هيفي رين امطار خفيفة او امطار اه شديدة قوية نمبر تو ادروت او كيرين يعني اه جفاف حصل نمبر ثري انكريزينج دا نمبر اف بريديتورز زاد عدد يا ولاد اللي هي الكينات المفترسة فيها تعالوا نمسك حاجة حاجة نبدأ اول حاجة الاستيتس بتاعتنا الحالة اللي حصل والسبب ايه لأ بالروحة كده عشان نجد دولة مهمة جدا ركز معي اول حاجة تقول يا مستر يعني امطار خفيفة في الصحراء طب ايه اللي يحصل الاستنى يا مستر مهمة تغيير مش دائما يكون للاسوأ ممكن الامطار الخفيفة تكون مفيدة ان يعني ممكن هو يتحسن طب ليه ممكن يقول لي في الامتحان لما امطار خفيفة تسقط عليه واقف بقى الفيديو كتا واكتبه مرة تانية يعني يتحسن او يتطور لما امطار خفيفة تنزل عليه ليه يا مستر طبعا ما هو لما امطار خفيفة ينزل النباتات دي هتكتر شوية فلما هتكتر شوية هتتاكل كائنات تانية يبقى دي الايجابة بتاعتنا يا هتقول له ليه بقى الاجابة للسؤال انا سألته هتقول له طبعا هتسمح لنباتات ان هي تنمو وتتاكل بكائنات ايه تانية او بوسط الكائنات تانية طب لو كانت بقى امطار غزيرة بقى كتيرة لأ تعالى بقى هنغرق الصحراوي يعني هنغرق اعصا يبقى زا ايكو سيستم مي بي دي ستوربت الايكو سيستم هنا بقى يعني يتبهدل بقى خلص يعني دي ستوربت يختل طب ليه جيف ريزون سؤال التاني جيف ريزون زا ايكو سيستم مي بي دي ستوربت لما المطار تنزل في الصحراء تعال تعالى نشوف ليه طبعا this is because heavy rain cause floods تعمل فيضانات that destroy تدمر the ecosystem يبقى give reason هقولو ليه because heavy rain may cause floods سبب فيضانات floods that destroy تدمر the ecosystem عرفنا بقى المشكلة بتاعت الهيف ريزون طب what about there is drought 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 waves موجات جفاف بتحصل جفاف آآ اللي يحصل destroy the grass هيدمر العشب طب وبعدين اللي يحصل يا مستر the food web in the ecosystem may destroy تتدمر الفودواب ليه ما هو جفاف حصل يعني جفاف يا مستر يعني الارض جفت وتشققت وما بقاش فيها مية وما فيش رين خالص بتنزل لا هتا بقى لا little ولا heavy rain وما اللي يحصل يحصل موجات جفاف يحصل موجة جفاف يعني يعني مش موجة معنى موجة بحر يعني لأ يعني حالة جفاف بتحصل يا ولاد ودي طبعا بتعمل destroy the grass طيب اللي يحصل بعد كده the food web in the ecosystem may destroy maybe destroy تتدمر give reason give reason the food web in the ecosystem may be destroyed when there is a drought waves لما يكون فيه جفاف هتقول له طبعا طبعا this is because all plants and living things that feed on grass will die لأ تاني كده براحة لان يا مستر ال plants هتموت and living things that feed on grass will die كلهم يعني خلاص ما هو فيه جفاف يبا ال plants هتحصلها شفتوا بعرفنا التأثير لأ تعالوا بقى كده عشان ما انتهش هم نتكلم عن ايه بنتكلم عن يا مستر وات هابن وان ايكو سيستم او كير زي ما يحصل تغير فإيه اللي يحصل الفود وبتتتغير زي فود وبتتشينج وشوفنا ايكو سيستم ايكو سيستر بد طيب مش مش متأكدين تعالوا نشوف ايكزامبل عرفنا ان اذا ديزارت من الصحراء تشينج وين دير ايه تطير الايكو سيستم ده الصحراء دي امتة وين زي هيفي رين او ليتل اه لاي ترين ياما يكون دروت او كيرز او انكيز ثم تيجي نشوف الاخيرة يلا تعالوا نشوف يعني ايه صحة لدي كت معظمها كت معظمها يعني كن معظمها اه كانت مفترسة ايه ده اوما المين اللي يعني كلهم هيكلوا اوما مين يعني كائن التاني ده هيكل ايه اللي هو البي ده هياكل مين تعالوا نشوف كده يعني ايه مستر في بعض الكائنات يعني ممكن تنقرد ليا مستر لاني الحيوات المفترس هدي تفترس كلمة يعني تفترس باقيت الكائنات معهم كتير بقى مع البردترس كتير اه وبعد كده ان شاء الله ندخل في اه يا رب نكون في هنا الدرس بتاعنا كل التوفيق ليكم واشوفكم ان شاء الله على خير وما ننساش نعمل للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته